اهلا بكم متابعين العزاء معتمر جزائري يقتل معتمرين معه داخل فندق في مكة اليوم اليكم التفاصيل في جريمة أليمة ومحزنة هزت مكة المقرمة اليوم قام معتمر جزائري بانهاء حياة شخصين معتمرين داخل غرفة بفندق السوريجي التي كانوا يتواجدون بها ثم هرب إلى وجه غير معلومة قبل أن تعتقله الشرطة المعتمرين السلاسة ينحدرون من مدينة كسانتينة بالجزائر وتشير المعلومات الأولية أن سبب الجريمة البشعة شجار وقع بين الجاني وزملائه داخل الغرفة وانتهى بانهاء حياة شخصين دون تحديد دوافع أسبابه وفتح التحقيق معمق لتحديد دوافع وأسباب الجريمة وتفاعل رواد السوشيال ميديا خاصة في الجزائر مع هذه الحادثة الأليمة بكثير من الاستغراب والحزن متسائلين متى أصبح الذهاب للعمرة موعدا للقتل والعنف بشكركم على حسن استماعكم فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والسلام عليكم